تحديدا في تسليم من جميع القوى السياسية لا تشوف معركة كبيرة لأنهم اشتغلوا بعضهم تعرف ليه؟ لأنه تكوينهم كلهم سواهو تكوين مشابه مع اختلاف الطروحات ولكن تكوينهم كلها بيسموا بعضهم أحزاب سياسية أو طيارات أو 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 هي عبارة عن كيانات طائفية مكونة من زعيم اسم واحد لا يقبل التبديل لا يقبل أنه حدا ينفسه على الزعامة ومجموعة من المناصرين والكوادر والقيادات يلي هي تنتمي إلى طائفة واحدة هدفها الوحيد في الحياة السياسية هي وصول هذا الشخص أو بقاءه إذا كان سبق أو وصل في المنصب الدستوري المخصص لطائفته هده كلهم بيشبهوا بعضهم على هالأساس طريقة العمل السياسي تابعون صحيح هي تنافس أحيانا صدام دموة بين بعضهم ولكن لما بيكونوا كلهم بخطر كيف يكونوا كلهم بخطر لما بدي يطلع قوة سياسية مناقضة لألون ما بتشبههم كلهم بيتحالفوا ضدها هذا اللي صار بس ما زالت قوة ناشئة جديدة يعني شي طلع نواب 13 جدا ما خاضوا هاي المعركة شفنا ملحم خلف ملحم خلف حكي بهذا الموضوع ومسألة الثلاثين بس ما خيدت هذه المعركة إلى الآخر يعني وجرى مقارعة النظام السياسي اللي عم تحكي عنه بهذه النقطة تحديدا لو كان في ناس عن جد منطلقات هي تختلف كلين عن السائد وبهن بصدد أو مقتنعين أو يؤمنون حقيقة بأنه لازم ينبنى نموذج مختلف في الحكم بالقواعد الدستورية الحالية مش بتشوهات تطبيقة كان عندهم عدة فرص لحتى يثبتوا أنه هن مش هيك أهم هذه الفرص هو أنتخاب رئيس مجلس نواب ونائب رئيس بهذه اللحظة كان فين عمل فاضلوا بين مرشح وآخر من طرفي السراع أنا مش ضد يلي صار مش عم بحكي بتجرد وموضوعية أنه شو بيمنع كان أنه ينتخب رئيس مجلس نواب غير الرئيس نبيه بري وشو بيمنع يترشح رئيس بري على غير منصب رئاسي يعني نوع من المداورة اللي بتبلش سيكن شبه مستحيل ليه لأنه فيه احتكار للتمثيل الشيعي من قبل أنا محل رئيس بري بقال له نخده وبترشح رئاسي الجمهورية في شي بيمنعه بالدستور صارت سيب قبل الطائف هذي وقت شو اللي بيمنع في حدا آخر شي بده يكون عنده الجرأة الكافية أنه يبلش يفك هالصدى عن المكانة الحكمية اللي مجنزرة بسبب استمرار هذا التطبيق المشوه والمشوه للدستور والقواعد الدستورية نتمسك بالطائفية حتى لو بدأت تتبحنا أي كلام اليوم عن إذا بدك تطبيق هذه الأمور الإصلاحية بالطائف نشوف أصوات ترتفع أنه المس بالطائف واليوم هذا بيهدد السلم الأهلي هل اليوم الممنوع الحكي بمسأل تطبيق هذه الإصلاحات أو هذه الإصلاحات لا تتطبق على البارد على طول نحن بدأ يكون في مشكل أو أوعد بالمشكل المشكلة الأساسية هي مش بالنص ولا بالوثيقة المشكلة في من يتولى التطبيق من يتولوا التطبيق من تولوا الحكم في لبنان سواء كانوا لحالهم ببداية التسعينات ووصولا لألفين وخمسة أو وقتا اللي ينضم لألوند لاعبين جدود يلي هني كلهم برجع بقول حقيقة من دون يعني بموضوعية بيشبهوا بعضهم في تكوينهم مثل ما قلنا كلهم سوا تطبيق الطائف فعلا وفق منطلقاته ومدلوله الحقيقة بيؤدي إلى زوالهم التدريجي مش الفورة من الحياة السياسية ليه؟ لأنه لما بيقلك الدستور المعدل استنداً لوثيقة الوفيق الوطني بالطائف بالمؤدمة وبالمدية 95 بيقلك الغاء الطائفية السياسية هدف وطني يجب العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية شو يعني؟ يعني أول شيء لازم يعملوا هذه الجهة اللي بدأت تنفذ هالشي بدأت تقول أنه ما فيك تمارس الحياة السياسية وتحكم باسم الشعب اللبناني بالمؤسسات الدستورية وأنت تكوينك يتناقض مع هالنص الدستوري تكوينك طائفة يعني أول خطوة لازم تكون هي إنشاء قوى سياسية غير طائفية عملها السياسي هو عمل سياسي بالمضموم اليوم شو العمل السياسي في لبنان؟ هي زعين بيصب التاني والتاني بيصبه وبيتحمسوا الجماعات بيدافوا عن بعضهم بيدافوا عنهم جماعاتهم بيدافوا عن بعضهم هادي هي كل القصة ما في عمل سياسي المطلوب أول شيء طبق اتفاة طائف هو تشكيلها الهيئة الوطنية وأول عمل لازم تعمله الهيئة الوطنية هي أنه لازم يكون في أحزاب بالمعنى العلمي